عارف سد النهضة بتاع اثيوبيا اللي النهاردة حولوا المجرى بتاعه النهاردة فجأة حولوا مجرى النيل الازرق فجأة النهاردة النهاردة الصبح عارف سد النهضة ده اسمع المفاجأة كده حازم ابو اسماعيل مجددا اثيوبيا بتبني سد خطير على مصر ينقص مية مصر مصر مش هتعرف تزرع مش هتعرف تشرب مش هتعرف كذا هيبقى فيها عطش يفتح النار مرة اخرى على الامارات وكأنه البوق الاعلامي المتخصص عارف مين تضح اللي بيدفع لاثيوبيا فلوس البلاد العربية فبقت اثيوبيا قبل ما تبني السد عندها فلوس قد كده لما تبني السد بسبب فلوس الخليج هيبقى عندها فلوس قد كده وهو المالك طبعا دائما لما يوثق به كلامه الوثائق الكلامية الجاهزة السهلة المنال التي لا احد غيرها يملكها يعني مكتوب السعودية هتدفع ايه الكويت هتدفع ايه الامارات هتدفع ايه قطر هتدفع ايه مكتوب هذا البوق الذي لا يتوقف عن التحريض هو المتمسك دائما بوثائق يستخرجها من جعبته الخاصة في حين انه كان اول المزورين نتذكر طبعا ابطال ترشيحه لرئاسة الجمهورية بسبب جنسية والدته الامريكية التي انكرها مرارا وفي النهاية تبينت صحتها ومذ ذاك اعتاد على التلفيق واعتاد كثيرون على تصديقه في عمل فكري مقصود او غير مقصود هذا البوق الذي تغاضى عن حجم الفشل الحكومي في الطعاطي مع سد النهضة يرمي الكرة في الملعب الجاهز انقاذا لفريقه الاخواني نفسه كان تصريحه ابو اسماعيل في الثامن والعشرين من مايو الماضي منذ نحو الاسبوعين هو المنطلق والمتكأ لهذه الحملة التي اكملها اخرون وليس من الصعب تبيان اهداف هذه الحملة من خلال مراقبة بسيطة للمشاركين فيها والى من انتهت اليه الحملة موجهة تحديدا ضد الامارات ابتداء من صفحة اليوم السابع المصرية التي انتقلت ملكيتها جزئيا الى رجل الاعمال المصري احمد ابو هشيما المقرب من الاخوان بداية هذا العام نقلت اليوم السابع عن نائب اخواني قوله من يلتمون الخدود على سد اثيوبيا رايحين جيين على الامارات الى ما يسمى بمركز الامارات لدراسات والاعلام المعروف بمرجعيته الاخوانية والذي عنون مقاله الحكومة الاثيوبية تشكر اسرائيل والامارات لدعمهم انشاء سد النهضة الاثيوبي الى صفحة السرايا الاردنية ذات الاجندة الاخوانية وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي تبادل روابط الاخبار في السياق نفسه ومع بعض البحث في حسابات هؤلاء المغردين تتبين بسهولة انتماءاتهم الواضحة لهذا الطيار نفسه لكن السؤال لماذا لم تنشر اي من الوكالات الرسمية ايا من هذه الاخبار او من التصريحات الاثيوبية الشاكرة للامارات لماذا لم يرد هذا الخبر الا على لسان صلاح ابو اسماعيل واتباعه ثم لماذا لم يروج هؤلاء لمقاله مثلا ضاحي خلفان القائد العام لشرطة دبي العدو اللدود للاخوان والذي تناقلت تغريدته الكثير من الصحف المصرية عندما اسمى سد النهضة بسد المصائب ولماذا لم يروج هؤلاء ايضا لتصريح رئيس المجلس العربي للمياه وزير الرئي الاماراتي السابق محمود ابو زيد الذي دعا الى حل ديبلوماسي رافضا محاولة استبدال نهر المياه الذي يمد المصريين بالحياة الى نهر من الدماء مشددا على ان مخطط تحريك الكراهية والعداء من دولة محتلة في الشرق وكان يقصد هنا بالطبع اسرائيل الى دول تمدن بخمس وثمانين من احتياجاتنا المائية في الجنوب لا يجب السماح به تحت اي ظرف من الظروف ولم يستبعد ابو زيد دور اسرائيل في تشويه العلاقات مع دول حوض النيل موضحا ان اسرائيل تعتمد على ملياري متر مكعب من المياه معظمها من مياه الصرف الصحي وتحاول الحصول على حصة من نهر النيل عبر ترعة السلام من ناحية اضافة الى سحب الجيش المصري من الشرق على حدودها الى الجنوب الاكاذيب لا تصنع الحقيقة يا اسماعيل نعم الاكاذيب لا تصنع الحقيقة كما قالت صحيفة الخليج الاماراتية في مقالها الافتتاحي التاسع من يونيو ونقلتها عنها وكالة الانباء الاماراتية لكل المحردين ضد الامارات نعم صلاح ابو اسماعيل مكشوفة اغراضك واكاذيبك ولكن دائما هناك من يرى مصلحة في تبنيها ترجمة نانسي قنقر